ماذا يفهم من تأكيد السيد عمار الحكيم في خطبته يوم أمس من أن تغييرا جوهريا على الحكومة الحالية لم يعد ضروريا هل هذا يعني أن الكاظمي سيكون خيارا أخيرا للإطار التنسيقي رغم رفض البعض لهذا الاختيار شوف هذه التصريحات التي جنابك أكدت عليها يوميا نستمع إلى تصريحات ربما يخالف تصريحات يوم أمس ربما غدا سنستمع إلى تصريحات يختلف عن ما سمعناه اليوم لذلك هذا ماذا يعني بأن ما زال الخلاف شاسعا في البيت الشيعي مع الأسف كنا نتمنى أن تكون هناك توافق ووحدة الموقف بين القوى السياسية في الإطار التنسيقي وأيضا مع باقية القوى في البيت الشيعي وأن لا تحدث انسحابات وأن تكون كل الأحزاب الشيعية مشاركة في حكومة وتكون الكتلة الأكثر عددا من الإخوة الشيعة ويشارك الكرد والسنة في هذه الحكومة أنا أتصور بأن في حالة استمرار هذه الخلافات وعدم التوصل إلى نوع من الاتفاق وتوافق في البيت الشيعي فأعتقد بأن لا نرى انتخاب رئيسا للجمهورية وسوف تبقى هذه الحكومة حكومة السيد الكاظمي حكومة تصريف أعمال إلى فترة أخرى ربما إلى أشهر قادمة إلى أن يتم إيجاد حل وبدون إيجاد حل أنا أتصور لا يمكن استمرار الوضع العراقي بهذه المسألة لذلك الضغوطات والأنظار كلها الآن صوبة في الإطار التنسيقي لكي يجدوا حلا لموضوع انتخاب ترشيح مرشح لرئيس مجلس الوزراء لأن الأخوة في التيار الصدري انسحبوا من العملية الآن الساحة أصبحت مفتوحة أمامهم لبناء تحالفات جديدة وربما هذا الانسحاب أحدث خللا أو توازنات جديدة في العملية السياسية وربما التحالفات سيتشكل بعد العيد مباشرة لأن التواصل سيكون مستمرا والشعب العراقي ينتظر بفارغ الصبر اشتركوا في القناة